موسيقى مساء الخير النهاردة هنعمل مع بعض البسكويت بالشوكولات شيبس المقادير كوباية وربع من دي جميع الأغرار كوباية ونص الشوكولات شيبس كوباية عين جمل أو ممكن نشيل ونحط اللوز المتكسر نص كوباية سكر بني نص كوباية زبدا بحررت الغرفة بيضا بحررت الغرفة معلقة ونص من الفانيليا ومعلقة كبيرة من النشأ نص معلقة بايكن سودا ورشة ملحة اول حاجة هنعملها في بولة كبيرة شوية هحط فيها الدقيق وحط عليهم رشة الملح والبيكن سودا ومعلقة النشأ الكبيرة وقلبهم كويس في بولة كبيرة شوية احط الزبدة هحط عليها السكر البني والسكر العادي ومدمجهم كويس قوي مع بعض خلاص كده السكر اندمج كويس قوي مع الزبدة هضيف البيضة عليهم والفانيليا وهقلبهم كويس جد دلوقتي هضيف الدي اي اللي محدود عليه بيكن سودا والنشا والملح وقلبهم كويس جد كده خلاص الكوكيز يندمج كويس جدا مع بعض وبقى زي عجينة طرية هضيف دلوقتي عين الجمل والشوكلة شيبس وقلبهم كلهم مع بعض على الصينية هبتدي اشكل الكوكيز تقريبا لكل واحدة كوكيز معلقتين صغيرين بعد ما شكلت كل الكوكيز هحطوا دلوقتي في التلاجة تقريبا مبين 45 دقيقة لساعة لغاية لما يجمده وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل اي مع بعض علشان نصرع عملية تجميد البسكوي نحطه بدل ساعة في التلاجة نحطه نصف ساعة في الفريزر وزي هما احنا شايفين بيطلع ماسك نفسه ومفرزن ممكن دلوقتي الوقتي دوت نسوي اللي احنا محتاجينه وممكن نحط الباقي في كيس من الزيبلاك ممكن نحط 12 في كيس من الزيبلاك ونسوي الباقي انا حطيت هنا 12 وحطه في الفريزر تاني واسيبه لغاية لما نيجي نستعمله وما نفكوش لما نيجي نستعمله نحطه على طول على صانية ونبتدي نسويه في صانية تاني عليها ورق زبدة هحط البسكوية وهسيب مسافة ما بين كل واحدة وواحدة وده بيخلي البسكوية لما بيكون مسك نفسه ومجمد بيخلي البسكويته تجبر وبيخليها تطلع مشققة بيبقى فيها تشقققات كده زي اللي جايبينه من بره بالزر هندخله دلوقتي في فرن البتوغاز على درجة حررة 350 وهيقعد تقريبا ما بين 12 ل 14 دقيقة ونخلي بالنا ان بتفرق من فرن الفرن ونرجع نشوف لما يستوي هيبقى شكله ازاي طلع البسكوية من الفرن قعد تقريبا 15 دقيقة هنسيبه من المسوش دلوقتي لغاية لما يبرد خالص ويتماسك وبعد كده نبتدي ننقله على الشبكة ونسيبه كمان 10 دقايق وبعد كده نقدمه هنشوف هنقدمه ازاي مع بعض استنينا لما البسكوية برت وبعد كده بنقدمه بيطلع جميل جدا جدا وطعمه بيبقى حلو بيبقى قرمش جدا من بره وبيبقى طري جدا من جوه ان شاء الله الطريقة تعجبكم وجربوها الى لقاء اشتركوا في القناة